كتير تقولوا مش معقول مش معقول اهل يعذبوا طفل او ست معقول حد يضرب ضناه معقول حد يعذب ضناه مش معقول عشت ليلة ربنا عالم يعني عشتها ازاي وكانت مؤسرة ازاي وعايزاكم تشاركوني هزي اللحظة اللي مش بقى بخاطب مدير امن لا انا بخاطب وزير الداخلية اللي انا بحبه جدا 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 بحترمه جدا لانه بيشتغل بس في صمت انا متأكدا العلاقات حتى لو ما بتتعاملش مع الصحفيين والمزعين وا 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 اكيد بيشوفوا البرامج عايزاكم بس تحكموا ضمركم العلاقات بوزارة الداخلية اه وشوفوا اللقاء ده وشوفوا المزنب فيه وشوفوا يستحق يدخل السجن فورا ولا لا عشان حاولت ادور عليهم ما لقتهمش وكنت عايزا ان انا اروح اقدم البلاغ الاول ولقيتني لو كتبته على ورق شا يبقى لي معنى وهضعف من الداخلية ان انا اقول ان احنا مش هنلاقيهم لا هنلاقيهم وهيخضوا عقبهم وساعتها بصوت عالي جدا 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 هقول يحيا العدل عارفين زمان في الافلام كانوا يقول يحيا العدل لان بصوا انا بغطي جراين بقى لي قد ايه وشوفت حاجات وحشية قد ايه من اول زينة للبعديها والبعديها واللي قتل امه واللي قتل ابوه لكن كده تحياتي من يوم ما اتولد عمري ما كنت اتخيل اني هعيش لليوم اللي اشوف فيه اللي احنا هنشوفه ده تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف عايزاكوا تسمعوا كل كلمة مش جريمة ومش حاجة تدايق ولا احك طفلة عندها تلات سنين ونصف اربع سنين عايزة تقولك حاجة اسمها كويس قوي لانها عندها اربعين سنة او اللي شافته شافته اربعين سنة زعلانين انتوا على فتاة البامبر صح زعلانين واحد خطفها وعورها وخلاص طب شوفوا البنت دي اللي عندها اربع سنين هتقولكوا ايه وحصل فيها ايه ومكتوبة عليها تعيش ازاي اشتركوا في القناة اوه 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 اتي اسمك ايه منا ميه منا 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 عندك كم سنة خمسة 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 تبقوا ليه مين اللي عملك ده كده يا مني ايه مين اللي عملك الواوة دي اه نعم انا راح تجوزت باتا مابويا مات اه اه اسم الرامي هو اللي عملت بينك كده يعني جوز ماما اللي عملك اوه اه بابا مات فمامك جوزت ايه واحد اسمه رامي حل اسمه ابويا واحد اسمه ايه رامي حل اسمه ابويا واحد اسمه رامي حل اسمه ابويا انتي عروبة كده ازاي اوه اسمه محمد الحريج انتي اختها اسمي رحيب امك انو هناك بيعزبونا ويدربونا حلقنا في جلينا و استنى استنى رحيبة اصعدك او انت سي تمام سبيع 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 يب تمام موسيقى لقينك بالولاعة? وانا بودو محرق بالولاعة. تحرقوك بالولاعة? اه. ليه عشان عملتي ايه? ما عملتش. عشان عملتي ايه? عشان عملتي ايه? لما حرقك بالولاعة كده. اللي عمل كده ماما ولا جوز ماما? رامي. رامي. وحرقك بالولاعة عشان ايه? موسيقى بتقليها الشرب والخدم تواريك والاصابات. هات يا بيت بتقول. موسيقى موسيقى بداكن ده بقى حصل له ايه؟ في مصامير في مصامير? ايه ليه يعني شلك منه عمل ايه ولا ايه لا حصل؟ ايه وبقافcra ضربتيني وبراجل دي كيفاركل فبطنك؟ ها ودرائك ده حصل ازاي؟ موسيقى موسيقى ماما ما كانتش بتحوشهم هي اللي بتقول لهم بضربهم بتقول لهم بضربهم ليه؟ تحبي ماما؟ لا؟ تحبيها شوية بتقول لهم بضربهم ليه؟ كنت بتعملوا ايه غلق؟ تشتمنا هي بتشتمكم؟ اه تشتمنا بابويا تشتمنا ألف ورشة ويضربنا وحريقنا في الكلينة ونعمة حتيت لنا الزكورة وغفلت ايدي وحلقتنا كي بتطلعنا نزلع ونسلح له في ايدي وانتي ايه اختي؟ بتقولي ايه؟ وانا كنت محروقة في ايدي وانا ايه اختي كنت محروقة في ايدي انتي عند خمس سنين متأكدة؟ اه متأكدة انهم مش خمسين؟ متأكدة يعني انهم خمسة؟ اه مش غشة في سفر هنا ولا سفر هنا؟ مش طيب ويه؟ انت ياما وانت غبتي كده ليه؟ غبتي روح اغطي على الهوى؟ كنت في البرنامج كنتش بتفرجي؟ نا كنت محروقة 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 حدش حدش؟ مين اجابهم؟ جدتك؟ نا اه اه بطوة احكي لي بقى وصبته ماما مشيته ازاي؟ خلت رجلت سماحة اللي جابتين وعملها عضيات عملتيني عضيات؟ او نعمة اوه او نعمة طب خى انت ننتزيم تمثل ننتزيم اكتشفوك بقولك ايه خالتك سمحت دي مين بقى اختمامتك يعني ولا جارتكو ولا ايه خالتكو يعني ومشت اه هي كان هو طريدها من البيت ورحت قعدت عن خالتها بعدين كان يوم قعدت عن خالتها ومشت وحنا مش رحنا معها بعدين ومشت مش فهمة هي قعدت عن خالتها مين هي نعمة مين نعمة نعمة ماما انتوش قادرين تقولوا ماما نعمة نعمة وامها يعني ما سمعش ماما ليه بيتخليه يعمل فينا كده هاتي ايه هاتي الشراب هاتي الشراب اه طب اديها الشراب هتلبسيه ازاي بيد واحدة بغ بتعرف يا ميش وليدي طيب اه اه انت تروي الدكتور عشان ايه عشان ايه عشان ايه عينك ولي ملح ليه مش بتشوفي بيه ليه مش بتشوفي بيه ايه اني عيني مش بتشوفي بيه ايه ايه انت مش شايفاني ايه انت مش شايفاني خلص والله العظيم ايه اني بس اتفتح شان تلعب معنا ومع ورد عميتها ايه انت حابتي مش مش شايفة ايه انت ازاي وانت تلبس الشراب ازاي وانت كنت بتقلعي الجزمة ازاي وانت كنت بتقلعي الجزمة انت مش شايفها انا بقلعها اهي قلعيتها لوحدها برضا بتلبس الشراب لوحدها ايه ساعدك طيب يعني هكا بتشوف عادي بتشوف عادي انت امه مع انا عمى بتشوفي كاتا هني مش بشوف ياني انت امشر ما دي بتشوفي ولا ما رح تشوفي ما شابه تشوفي كده ايضا والصور على تلفون ام ايماني صور ايه؟ الصور و احنا مش نكون مفتحيه و انت ما تشوفيش انت كمان؟ ام او كان في اللي عين يجي هالي تفتح حد يغط والصور على تلفون الي و انت Tsai هل هürd اللي بتعطي برك مام؟ يشابه بتعطي برك؟ هاشون شفتها؟ ايه ايه هاشوفهم ايه اكل ايه باب شื! ايه اه خالص يعين انتlette سوح خالص خالص? نا متعرف انا ما كنتش عارف? اه? ما كنتش عارف? ايه وانا بعمل معيك اللقاء مش عارف انا فاكراك يشايفاني متعرف شكلي ايه من قبل كده طيب? ايه. انا كيف تلفزو. انا دوت الفن انا لسه مفتحة. 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 مفتحة على الدفون. الدكتور قال ايه? الدكتور قال ايه ينفع تشوفي ولا? ايه ممكن تعمل عملية. امم. ما عارفش عشان مصابي الفجاء ولا. يعني هو دربك على راسك وبعدها ما شفتيش? ايه? زعيتها هكده ما شفتيش? انا نسرق ونشحط شنعيله. هلو هما? اه. انت حبيب وامر. بتطلقه تشحطه ازاي? يعني بتطلق تشحطنا وتخلينا نشحط. ازرقوا من مين? منين? ايه. 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 اشيل دي? بتكلمه في جنب وتقول لنا خدوا ده خدوا دمام. تكلمه هو على جنبه وتقولكوا اخدوا حاجات؟ او. وستي كتبعت لها متنجين ايه? رحيت كابت لها انا نسلق لك. فايه؟ اخذت بنتين جيني رحيت كابت له وفطار. اشيل ملت وكاكولة وقابت لها عياله. وقابت لها عياله شبس وماشي. وودتهم له واش كابت لنا حاجة. ورحت ودت لا ودتوا ودت كل واحدة خمسة جنيه ودتوا الفلوس. انتي ايه عايزة تقومي? انتي متضايقة? ايه؟ متضايقة انك مش بتشوفي. عادي. لو شوفنا الاشعات ورحنا بالدكتورة تبقى مبسوطة. ايه؟ ايه؟ شوفنا الاشعات ورحنا للدكتورة هتبقى مبسوطة. في اشعة. في اشعة. في اشعة براها. ما سامينه. بتعت عيني. بتعت عينك؟ سامينه. عادي براها مسامينه. مش مصدقة. والله ما بصدق. سورة نعمة مش عايز تقول ماما. سورة نعمة. براها. شوفتها؟ لا اشوفها دلوقت. لا احنا هنوديكم احنا لدكاترة جديدة بقى. مصدقة. لديكي للدكتورة. أاااااا. مش انتها استروحي؟ هم. قاعدة لدكتورة قبل كده. شنينيكي. قاعدة. سوف تفكر المصامية جنيه لديه كل الشاب طلع لك الكابريت مش شابة طلع لك ألم تقولو مش شايفة واحد من زعائره خدوه من فوت بقى دعاقتله إستان دعاقتله إيه طلع لك طلع لك الكابريت قلتله أنا مش شايفة طلع لك إيه كتاني القني والقالم قلتله مش شايفة وبعدين زعاقتله قلتله إيه بقى قلتله زمان حابة قلتله مش شايفة بقى تقرفنا وخلص قلنا لك مش شايفة طلع يعني لو مش شفتيش القلم هتشوفي ليه دعاقتله إنت عمتش ولايه وأما جابتلي دعاق أسغل من عندها جبتي دعاق عمتك ولا جابتلك دعاق عشان عينيكي يعني عشان إيه لا الدكتور جايب لها دعاق جايب لها دعاق قطب لها على دعاق ستكا بتو لها قلتلة علمتين قطبها عرفتهم كلامهم منين إحنا عارفين امين انتي بالزاد بقى عارف منين نعم؟ يامو خمس سنين انتي عارف منين منين؟ ازيها تطبوه ورق حرفي وقطعوه بعدين مع بعض يا دنيا على حرفي لبس ختم اللبس ختم طحف شكله حلو جد انت كل لبسك حلو جد يا الله خلتي جابتنا هنا عشان هي جدتكو دي بقى مامت مامتكو ولا مامت باباكو مامت أمي أبويا مامت ببسكو دي مامت باني وأخارت الي برتنينا واهنا قلنا هناك كلم كله هم كان لأولوا بعدين كابت وارمي ربا ارمي أفوش سامح الشانطة وبرتني إبät رامي راما راما فش سمعش همتت ايه هدمنا هدمكو اولاي لا انا نعما ورامايا راح بتهدوم تبعا انا استاني انا عايزة اسألك السؤال انتي لما ضربك على راسك وما شفتيش ماما ما زعلتش عليكي نعما ما زعلتش انك مش شايفة لا هيكت عارفة انك ما بتشوفيش اه وماما ما زعلتش خديتك لدكتور لا اه قلت تنظيف مش تلعبش نزيف تلعبش نزيف قلت ستة اتلاتنا ده المشروح مقلوب بنا ومالطب تب وحنا ما كنش عاملين حادثة اه بتقولها يا عين حصل لها كده من حادثة يا تضحك عليها وخالدي احنا جينا يولناك كلامينا ويقولوا مخالدونا هيدرعونا وهيدبحونا وهي قولي يمدي تصل على عمتي تقولها انا عايزة العيل مش هادين تروحوا اه 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 امش 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 تروح يعني. اه. طيب. يا انت عايزة ايدي. عايزة تروحي الدكتور العينين والايدين. ايدي واحد فانك سورة. انا صميحة. ودرك على راسك بايه? بايده. بايده? عياتي? اوقف على دهراء. اوقف على دهراء? السنطل بتاع اناك والشبشي. عندش الشبين هناك. والسنطل والطقم بتاعه والحاجة. اني قاسر يبقى. شنطل وشبشي بينه ايه? شنطل وشبشي بين طقم العيد. نجي بهم. والله العزيم لجي بهم لك. حلفت بوالله العزيم. شنطة وشبشي بينه وتقم العيد وايه كمان? والصندل. والله لو ما اجبوهم لي انا ما يحصل طيب. شنطة وشبشي بينه والصندل. وطقم العيد. اه لا تقول تلبس عياله ودومي العيد لو ايه اجيبها لنا. اطاعتلي الترينج. اه? اطاعتلي بنتروني الترينج. اطاعتلك بنتروني الترينج? اه. ازيه? دي موهبة فزة يا جمال. مابتعرفش اتنماش ندروني كل يوم تقولي نصدر اه داري بيوجعني. كان بيقف على دهرك ويديكي بالرجل في بطنك. اه. بتعياتلي ديمند? ونعمة مش ما بتقوله بتقوله حرام ولا كفاية ولا حاجة? لا. وكان رابطني. وعملت ايه? كان رابطني ايدو الرجل. رابطني. 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 اه. اه. في اديكي ورجليكي? اه. اه. جاي قطاع الحبل روحت متعورة هنا بالزكينة. وكان بيضرب عيالو كده بقى? اه. انت عايزة تقولي لها حاجة? ايه. عايزة تقولي لها حاجة? ايه. عايزة تقولي لها حاجة? خاليس? عايزين الشبشبين بيطالة صح? والصندل والطاق. حاجة تانية هناك? ايه? ايه? ايه حاجة تانية هناك عايزة? كاريسة. الشانطة والطاق. الشانطة والاي? الطاقة. والطاقة. الطاقة. الطاقة? ايه الطاقة ده? الطاقة اللي تحطيها الروس. اه هنا الطاقة يعني? الصرتات اه هنا يعني? حطي هنا دي. الشبشبين وصندل والطاقم. والطاقة. الشبشبين وصندل والطاقة والشانطة. ماشي? حاجة تانية تانية. طيب ممكن تقبولي جددتكو هنا. اكلم معا. اخدي اختك معاكي بقى. تعالي هناك. مش عايزة اسألهم هما على موضوع المخدرات. ده لاندا واضح انه مخدرات فمخدرات. مين اللي بياخد هي ولا هو اللي اتنين تقريبا هو بيباحها بيباحها وكان بياخد رحيب معاه على كلامها ليه حكيته لي هي وخلتها كان بيحط الحاجة في جيوب العيلة وياخدها معها على الأول اللي اتنى وشل واحدة لاتنين وكل ما يجي حد مثلا عايز تشتريه يطلع من جيب البيت لا والله اني واحدة كبيرة لما تقول له نساء عينة ولا عايزة نام ولا اي حاجة تقول لي يا ستي كان يقلع الحزام ويقعد يضرفيها في القهوة قدام الناس نعم يا هباب تمترها تؤديك للدكتور ماشي تمترها هلها تؤديك للدكتور ولا شخص ويه موضوع عينيها ده يقلولك في حل هو انا وديتها للدكتور فعمل قال لي طلب مني اشاعة على مخايا عملته لها بس كتب لها بقى على ازازة اطرق قال لي ما تخلص مش تقدديها ايه خلص بس قال لي لما تخلص مش تقدديها وتعالي هتاهلي بعد ثلاث شهور اقولك بقى في امل ولا مفيش ومشيها الثلاث شهور دول مع دكتور مخ وحصو وبعد الثلاث شهور دول انا هقول دي الاشاعة بتعتموخة دي معاك يا مكتوفيها تقرير ولا مكتوفيها تقرير والدكتور اللي هو كشف عليها وشافها بقوله يعني دي من ايه دكتور قال لي دي يا وقعت جامد روحتوش بلغته لي بقى انا خدتهم اصلا من الموقف على الاسم على طول ما روحتهم مش من اللي عنقذهم بقى كده خلتهم الله يبرك لهم يا اختها اختها وخلتهم خلتهم ازاي يعني خلت امهم اخت امهم اخت ستهم طب قوليلي يا قلك في امل تشوف هو قال لي اوه انا وانتو على الله انا والدكتور اللي هو المخ والعصاب هنشوف وبعد كده هنقول لك بقى يا في امن يا هتكمل حياتها كده انا الوقت مش هقدر ساكنين فين احنا شوبك قاعدين في شوبك في ازاي احنا لو عايزين نودينا الدكتور هنعمل ايه شوفي حضرتك لو عايزان اجيلك بهتان اجيلك بس اجيب انه هنروح للدكتور كلم يا من اه امت عايز رأي امتا امت عايزة تفتحها عشان ايه امت عايزة تفتحها عشان ايه نفسها فتح عشان تسمحي اللي وريكي مقابدوش عليها لا ماقابدوش لسه لحد دلوقتي ليه ده اسم ايه اسم تاني اسم تاني اسم تاني اسم تاني الاسم اللي هو تاني احنا نبلغ دلوقتي اسكندرية نبلغ اسكندرية دلوقتي من قبل ما نزهل الحلقة امت عايزة نيش نو ماقابدو اللي عارفين امت عايزة تاني سكنة في اسكندرية سكنة في اسكندرية فين على جبل نعصة على ايه جبل نعصة جبل نعصة او اسمها نعمة ايه نعمة 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 مجدى عبدالحليق وقت اسمها صامح مجدى عبدالحليق ومحضر معايا هنا ومكتوف في كل حاجة طيب خد تفاصيل محضر دي صالح عشان نكلم من مدرية ابنة اسكندرية تاني كتاني شن تاني كتاني تاني كتاني تاني كتاني كتاني ماشي خود راجل يا سلامة موسيقى من ايه بقى ما عرفش وقعد طول الليلة بحالها سخن اللي هي الليلة اللي صبح الوقفة بتاعتي العيد الكبير كان سخن مولع عملين يعملو في كم مداياته مش هفق جيل غاية الساعة اتنين كده وولع زيادة بقى و بقى يخرف ويتكلم كانت كويسة يا ساعتها كانت كويسة وعايشة معاينا شايلناها على كفوف الراح ومش محسساها ان هي انش ليسا في مخدراتها مراتي ابني ولا اي حاج طلبنا الاسعاف وشباب الحتة صوت وكده وطلعوا شباب الحتة شايلو يا حبيبي الله يرحمه ما نزلوها الاسعاف الدكتور عادي يقل فيش مال ويمين والاخرى البقع لله يطلعوا داني سبلك اوما ان رحت عاجوا بس اللي منها لله ما سبتهمش سلاء يا ردي سبتهم سلاء انا على فكرة ما رديت قلبه وزكر يعني حتى لو كنت سبتهم حتى كويسين يمكن كنا بحملهم اخاف اخاف علي الطفلة دي لابتشوف تخش حمام ولا بتشوف تاكل ولا بتشوف تشرب ولا بتشوف اي حاجة لازم كل حاجة بايدايا بتعملش اي حاجة خالص زم انت حضرتك شايفها كده بصي ما فيتش ما خدتش باي خالص او معه تماما اه ما بتبربيش حاجة ما فيش اي حاجة ما ربيش فيها ان شاء الله هنروح الدكتورة على طول وضحكت علي وقيتلي احنا عملنا حدثة عملت حدثة انا ولا يالو اني نزلالك وقيتلي حدثة ولا اي حاجة وبعتلي فلوسة عشان انزل بعتليها متين جنيه العيال قالولي دخدت مدتهم خليتهم بتقولي العيال كانوا مكلمهم في التليفون يا عياتو قالولي يا خلط احنا جعنين احنا جعنين او يا خلط تبعتلهم يعني تاخد لهم شنطة فيها سندوتشات حباوشي وكبدة وحاجات من جيه تاخد الاكل اللي هو جيلهم من برة تأكلوا الاعيال وتسيب عيالها مجنونة يعني ولا ايه؟ معرفش فيها ايه؟ معرفش لما يطلحها من على الاهوة بعد ما يتخلص بيع بقى طيب عند بلاغ اسمه ايه هو طيب؟ الاهوة بالله رامي ايه؟ رائع ها ناشى من من ثابت ام لاذ للصحي WY اسم 후 يم لذب الملاح than سياً سياً يم لذبوا بسمر موسيقى موسيقى احنا جينا النهار ده بمنا عشان نعمل لها شعيط عشان نقام لها ونظرها وكده موسيقى 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 وتعمل بالوصولة اللي أنا موصها لهذه الوقت بس أعرف يعني الوصولة اللي الأطفال بي توصل مها بعد أن ما موت توصل مها الزيت يهود أن العزارة وهي أكيد أنا متأكدة أنها هتحطهم في مكان أني وهتحطهم في مكان صح وهتجهم لناس هتقوا ربنا فيهم وحيعلمهم كويس تقلهم ماليوش عم ولا عم ولا إخان ولا نيمة ما ياخدهم بعض أنا مش حتى لنا واني لذبط دون عيديهم عيديهم مبادة في الدنيا ما فيش مال هيتفعل تحليم كونس الباب اللي عين في تحليم هيبقى ببشابر مش بقى بخير ودون بنتين بنتين لسة فهم رزيزين فمحلش بأخدهم ويطيق ربنا فيهم إلا الإستاذة رهاني وربنا يسترها يا رب هي الله هتحافظ عليهم وانا عارفة أني هتحافظ عليهم وعارفة أني هتحطهم في مكان صح إن شاء الله يا رب حتى تجيهم لحد ما بيقلتش ومرسة الأطفال موسيقى 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 بعد ما عملنا الأشعة ودناها للدكتور الكبير هو الحياة الكبير قلباً وعلماً دكتور حازم ياسين دكتور حازم ياسين يعني أول ما لجأتله على طول استجاب لي وأخدناها وروحنا وهنشوف دلوقتي قال لنا إيه ولكن أنا الوعد اللي خدته دلوقتي من وزارة الداخلية إن سيتم القبض على الجناه في خلال ساعات وعشان نساعد برضو وزارة الداخلية أستاذ ممدوح ممكن البطاقة لو سمحت على الشاشة فول سكرين نعمة اسمها نعمة إيه؟ ممكن هنا طيب نعمة مجدي عبد الحليم السيد نور الدين نعمة مجدي عبد الحليم السيد نور الدين ومعنا اسم الراجل برضو ولا إيه؟ ورقم القومي موجودة هو هي طبعا أول حاجة هتعملها دلوقتي إنها هتهرب بس أنا أخدت عاطق على نفسي إن أنا يعني هجيبكو هجيبكو لأن مش هينفع والبنت دي أنا يعني بتكفل بيها قدام ربنا وقدام أهلها أنا بدعوا أهالي زأزيء الكرام الجمال اللي بيقفوا جنب بعض هما يقفوا جنب الست دي في تربية البنات أنا كمان هقف جنبها جدا وزا أنت بتقولي لو موت ربنا يديكي تلطل عمر ولكن لو حصل حاجة لقدر الله تطميني البنت تدي بنتي وأنا بقول كده قدام الناس كلها فكرة إن بنت أنا قاعدة قدامي ما كنتش عارف إنها ما بتشوفش يا هما قالوا لي في حالة جوا أم وجوز أم بيعذبوا بنت وناس كتير ما وقفين ما هنصور معاهم فقلت خلص هفهم فدخلت وهي بتقلع الشراب والجازمة وكده أنا ما عرفش نعم بتشوفش والله العظيم ما كنت عارف من كتر ما هي حركة وزاكية وبشوشة مش بيدياني إي حق خالص إن هي مش شايفاني ولا مش شايفة لبساها وهي حفزها يا محروق أفين وبتقلع الشراب وبتوريني مش عايزة حد يساعدها طيب أنتوا دقيقتوا قوي 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 مبارح ولا أول من الفتاة البامبرز إن عندها سانة وثمان شهوره حصل فيها كذا طيب وبالنسبة للبنت اللي معانا دلوقت بالنسبة لأم بتخلي ولادها يتسولوا ويشحتوا ويسرقوا بالنسبة لاتنين بيبيعوا مخدرات بيعملوا في بنت كده ويفقدوها نظرها يعني اللي اتعامل في البنت تات البامبرز أوحش ولا أن واحدة تعد طول عمرها ما بتشوفش أوحش من أمها من أمها أنا هو أوحش طيب هناخد تليفونات من مين جميلة من المغرب وصلتي إزاي يا جميلة؟ حميسي أخبارك إيه؟ إزاي إستاذيك عمزة إيه؟ الحمد لله كله تماما كل سنة وانتي طيبة يا حميسي وانتي طيبة اتكلمتي إزاي من مغرب ده المفروض ما فيش حد بيعفوصة الدولة خاصة يعني بصعوبة والله وصلتي بصعوبة جداً أهلا بيكي ومرسي جداً على مكلمتك جداً وأنا من متابعين من زمان قوي بقالي 15 سنة بحبك وبتابعك إنتي أيقونة بجد أيقونة الإعلام العربي بمؤمنة سريمة ربنا خليك أنا والله العظيم ده يعني جميلة أنا عقاة من على الفيسبوك طبعاً هي أحد الفانز النشطاء جداً وبحبك وبحترمك ومرسي جداً على كل الوقفة اللي وقفتوها جنبنا الفترة اللي فاتت وأنا يعني سعيدة جداً 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 بيكي وبكل الفانز اللي وقفين معنا في الصراق والضراء أنا بشكرك جداً جداً طيب إحنا الموضوع الأولاني بتاع دعاء المفروض إن إحنا استجابت لنا وزارة الداخلية أيضاً مقدم خالد مدير مكتب مدير أمن الشرقية كلمناه وبكرة تروح دعاء ومعاها شهدت ميلاد بنتها وقسمت الطلاق وإن شاء الله يرجعوا لها بنتها برضو استجابت وزارة الداخلية وخدنا وعد دلوقتي إن في خلال ساعة هيتم القبض على الولد والبنت دول من فضلكوا هتقولي اسم الرجل المجرم ده من أستاذ ممدوح لو سمحتوا وصورة الأم مرة تانية عشان أي حد يتعرف عليها يقبض عليها لو سمحتوا نعمة اسمها نعمة إيه؟ نعمة مجد عبد الحليم السيد نور الدين لو سمحتوا لو أي حد يعرفها يتحفظ عليها ويسلمها لمديرية أمن السكندرية فوراً معنا بقى محمد طليق دعاء اللي كانت معنا أول الحلقة أهلاً بيك وبشكرك على مدخلتك ممكن توطي التلفزيون بس اسمعني من التليفون تمام وتتصوى عليكم حد عليكم السلام توطي التلفزيون بس من فضلك ازاي حضرتك توطي التلفزيون لو سمحت ازاي حضرتك يا فن الحمد لله كله تمام تمام كده وابطي التلفزيون طي انا عاد سعد لحظة حد ان انا وكلف حضرتك ربنا يا خليك قولي بقى انت سايب بنتك ليليهم والله يا فندم تتخيل ان انا العلم ديت انا ربنا نجاني منهم فعلاً 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 العلم ديت لو غفيت العلم كله مش هتلاكي البشرية دي بأمانة بجد بأمانة لا ما انا شفت طب امراتك طلقتها ليه يا عبلا مش قادر اقولك الرجل ده في كمة الاجرام وكمة طب ما تلم مراتك وبنتك دلوقتي وتقودوا مع بعض كافين خيركو شاركو بعيد اصدقيني شتت في الحافزة تانية اصدقيني يا عبلا رهام انا عملت اللي ما حدش عمل والراجل ده موضاني على وصلات امان وسبتني قبل كده كذا مرة ما صدقت خلاص انا عارفة لو امراتي ديت الاولانية ديت حتطلعني السمن خلاص العلم دي انا خلاص وخدوا مني جريتوا كلها وانا لسه شاب لسه ببقى حياتي دمروني بجد 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 طيب دلوقتي ايه 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 سابتهم ومشت انت اسمك ايه انا اسمي محمد طب يا استاذ محمد ايه سابتهم ومشت ما تلم مراتك وانت اتجاوزت اااا لا 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 اتجاوزت ولا ما اتجاوزت انا اتجاوزت اللي حتى معايا بنتو ااا عشان كده بس على فكرة على فكرة انا عدت فترة كبيرة بصراحة قبل ما اتجوز يعني بعض ما قال انا ظلمتها سعلا طلعت ما ظلمتها وديتها حقوها وقلت لها بالزيادة كمان وباس ايه بس ايه زنباء ايه يعني ما هي نفسها تفشت اهو سدقيني سدقيني والله العظيم والله العظيم والله العظيم اللي انا عملته معاها لا ما فيه واحد يعني هي كويسة ولا مش كويسة حمد لا هي مش كويسة هي كمان مش كويسة ايه تضح بعد اللي انا تضحية واللي انا عملته عشان خاطرها ان هي تحس ان هي مش طبيعية كذا ام بقى انا انا عرضت على نوضعها الدكتورة لا ايه يعني هم بيعزبوها ولا لا لا بجد الراجل ده مجرم بصراحة انا على فكرة بداية بداية معرفتي بها يا ابلا ام كانت ما سدها بتستنجد بحد يطلح من ادينا ابوها ده مشيت وراها وماشي لكسة حب جميلة تمام وخطت مع الراجل ده تجربة مبدان على وصلة امانة ومسك عليها ماته كذا مرة ومش عارفه وشيكني وبصي مساكني خنعني بجد بجد فوجيت ان انا بعد التجربة ديات اتجوزتها وخلفت منها بيتك فوجيت لاجيتها ان هي لا تصلف للمعيشة وابوها راجل غير ادمي غير ادمي بجد 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 غير ادمي والمنظر قدام حضرك وانت سيادتك انت طلعين من البلد شوف يبعتين وراقي يا حضرتك انت بتقول العربية عشان يتهجموا عليك شوفت بقى انت وصلت مرحلة يعني انت ادام الشاشة كلها وادام العالم يعني ما احترمش لا اهم ما تهجموش انا زخت منهم حضرتك هو ان انت اخذ انت خذوا لينا لازم تعمل حاجة لينا عشان نفرحه طب وبنتك يا استاذ محمد انا بنتي اقلب من سيادتك امانة عليك لو تقدري تجيبها لي تمام انا اللي جيبها لك يعني اتحاول تساعدين ان انا جيبها من انت مش في محامي وقانون وتروح ترفع قضية وتاخد بنتك تمام تمام بس انت انت عارفة ترميش لحمك يعني انا عارفة انك متجاوز ومعاك بنت فماراتك مش هتردى تاخد بنتك التالي لا اصولي انا معندش مشكلة انا معندش مشكلة انا معندش مشكلة في اي حاجة انا عندي استعداد دلوقتي لو تقومي مسلوط يبقى عندك مشكلة انك رامي بنتك برضى انا يا عارفة انت قاعد تقول الناس غريبة انت هتربي بنتك وسط الناس دي طيب يا عضل يا عزل اتمنى من الله ان انا بنتي دي يا عضل انا بخاف عنزل استحال او ادر انزل البلد دي اقسم بالله العليل العظيم ولا انا هنزلها برس بجد بجد بلد غريبة الوصف لا يا البلد ملع بلد زي الفل بص يا عزل يا البلد ملع ده بيت ده بيت في بلع الناس دي في صراحة شفت اللي محدد شافه اتمنى من الله ربنا يا وفايا انا عرف نجيب بنتي لقينها هتتربى ارباية مش وحشة وحشة مش هتليه بيها فانا اعتمنى ان الله نجيب بنتي بأمانك دي امان انا بأمانها لك دي بنتك وترميش لحمك انا بشكرك جدا طيب يعني احنا اللقتي عندنا ان في ناس صعبين جدا 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 ويتسموا بالاجرام وهناك برضو شبهة ان البنت شوية مش طبعية من اللي حصل لها هي رايحة بكرة مندرية الامن وهنشوف هيحصل ايه اه اه طب مفاضلكوا تسألوا يا اكرم ايه ايه الاخبار حد يردها يا دلقتي احنا معانا دلقتي راشا راشا اللي كان علاء جزء امها وقت التليفزيون يا راشا اه بيعملها برضو بيعزبها وكانت امها تفشانة ورجعنا راشا لمامتها ومفروض ان راشا ومامتها تلاتي عايشين في امان وفي سلام انا مش عارف ان تفكرين القصة ولا ولكن القصة كانت في اسكندرية ولو تقدروا تجبولنا سورة الراشا او ايه حاجة مفكر الناس بيها بس ايه يا راشا ازايك اخبارك ايه الحمدالله وقت التليفزيون يا راشا وقت التليفزيون خالص ازاي حضرتك الحمدالله كله تمام حضرتك مادام راهامة انا كنت مجربة طبعا الوحدة عارفة يعني ايه ام بعيدة عن بنتها وبنت بعيدة عن امها وطبعا صعبان عليها التفلة الصغيرة دي منها ترجع لمامتها دي المامتها مظلومة باين قوي قصدك نرجعها زي ما رجعناك لمامتك يعني ايوة لان انا مجربة يعني ايه واحدة ومجربة يعني ايه بعيدة عن مامتك طيب خلاص مرسي يا راشا على النصيحة اللطيفة دي وفكرتين ان احنا والله كنت رايح اعمل اللي عملته في اسكندرية ده اني رجعت راشا لمامتها نفس اللي كنت رايح اعمله بس ما وفقتش المرادي بس ان شاء الله ربنا يوفقنا طب ما حد شد علي برضو امو سلمة امو سلمة امو اسلام انت بزيز ايوة اهلا بيك ربنا يخليكي أولا أنا بشكرك على كل موضعاتك الجميلة والشيقة يعني أقولك إيه على تعبك ده ربنا يجعله في مزان حسناتك يا رب إن شاء الله عايزة بس أتكلم بخصوص البنتين النهاردة مادام ريهام فيه ناس كتير قوي مش لقية ضفر عيل فيه أم تعمل كده في بنتها مستحيل عشان إيه عشان راجل عشان مخدرات ما هو ماشي برضو هي بتاخد الفلوس من حاماتها عشان مين برضو عشان جوزها يعني أنا ما أكلش بنتي وأكل جوزي وعياله ليه وأخد لبس العيد بتاع أولادي أقديل عياله أنهي منطق وأنهي دين يقول إن أنا أعمل في بنتي كده وأشوف بنتي بيتطفى فيها لأ أنا عايزة أعرف الأم وجوزها اللي تسببوا في عمى البنت هيتحكم عليهم بإيه دا 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 لو إعدام يا مدام ريهام شوية عشان دي قعدت ما قامتش عشان فتاة البامبرز بصي هي كل قصة لها لها حاجة لكن دي بس مش كده أنا أشوف بنتي كده وأنا اللي أقوله اعمل في البنت كده يبقى حرام حرام دي تقال عليها أم مستحيل والبنت عندها حق إن هي تندهب اسمها أه نشوف فيها بتقولي نعمة مش عايزة تقول ماما هي كدهيتها خلاص فحرام حرام دي فعلا البنتين دول أنا يعني هقولك إعدة على ستهم من الأول أنا لما لقيت مثلا مرات ابني أو أرمالة ابني اتجوزت أنا أعمل الحضانة لي أنا لكن ما سبهمش بالطريقة دي لجوز أمهم لا ده هي دلوقتي بتطلب إن أنا عايزة عيالها لا حرام لو رحولها حرام رحولها إيه تتسجن المفروض تتسجن وتتساب حرة طريقة كمان لا 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 حرام والله لو تتسابت دي بقى حرام حرام العمى أعمي بنتي وفي الآخر أكذب عليه على ستهم وأقول إن هي تعمل فيهم حدثة علشان ما يجيبوش جوزها ويجيبوها لا حرام يا مدام ريهان حرام بجد أنا بشكرك جدا أنا عندي أمل في الضماير الموجودة في وزارة الدخلية عندي أمل كبير في رجالتنا إن هم هيخدوا حق البنتي وزي ما شفت الزباط قبل كده بيتعاملوا بقلب قوي في قضية الخطف وسعداء جدا هم بيرجعوا ولد صغير أو بنت صغيرة لأهلها أنا متأكدة برضو إن وزارة الدخلية هتستجيب استجابة قوية جدا 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 نحط قبض على رامي سليمان ونعمة مجدي جمال الدين اسمها نعمة مجدي عبد الحليم السيد وجوزها رامي سليمان موجودين على جبل نعسى في اسكندرية على جبل نعسى في اسكندرية لو سمحتوا لو أي حد عرفهم شافهم جرانهم يتحفظوا عليهم فورا هيقعد لعيالكو اللي بيشوف الغلط وبيسكت عليه بتبقى حاجة صعبة جدا 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 طب إنت هتردوا عليا أو مش هتردوا عليا أنا مش عايزة أنا عايزة على طول زي ما هو ناخد مين علاء علاء من الشرقية أهلا بيك أهلا بيك مساء الخير مالما نعمل أهلا بيك تفضل بسم الله ما شاء الله الحلقة ممتعة جدا ممتعة خادي مؤلمة جدا بتقالش عليها ممتعة خاص الشرقية لها نصيب الأسد في طوائل خير النهار دي بس الشرقية بس الشرقية فيها برضو بنتين زي الفل اسمهم رحابوا وأنا متأكدة أنك هتاخدوا بالكو منهم جيمت بص يا سيد زرامان أود أقول لها أذكر حاجة كان فيه أغنية زمان طلعت كده بتقول لك ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة فأنا بقول لبوجه الأغنية دي اللي والدتها الأغنية اللي كانت طلعت في البمير العربي لو فاكرها لغنية حضرتك دي أنا بوجهها لوالدتها يعني دي ما عندهاش قلب دي ست منزوعة الضمير والأحساس وخسرها يقول البنات الأمامية دولي بناتها يعني ده الواحد لو لا يا 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 يعملوا حاجة يخلوها تعمى زي معامة البنت يا ياخدوها يعدموها يا ياخدوها يرموها في أي حتة يعني لا تستحق تلقى بأم بصراحة الفكرة الأولية بقى من فكرة مني الأم حدياً واستجابة الشرقية واستجابة سيد مديرها من الشرقية اللي والده ده طبلية وناس ما عنده خير مع اني يعني ما قابلتوش او ما صدقش الحظ ان نقابله وانا بناش دكتير في خلال وسائل الإعلام ان انا قابله لان في بعض الحاجات بس يعني ايه طبعاً هما من همكين ومنشغلين فانا اتفرحت لما رئيته استجاب انا اكتشفت ان الشرق ربنا يعين الراجل ده السبب اكتشفت ان الشرقية تكبيرة قوي تالت محافظة تالت محافظة يعني بين المكان والمكان ساعة ونص وساعتين وحاجات كان محافظة كبيرة جداً يعني بص ده شمال وجنوب وشرق وغرب يعني ما شاء الله يعني اه شمال وجنوب انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة برضو قبل يعني بعد ما شدت ساد وزيرة وزيرة الداخلية والممثل فيه مدير عام الشرقية اللي وردى طابلية ورجالته اه بقول برضو ساد النائب العام فاندم يعني اه حد يحط البنات دولاً كانوا مولاده او احساده اه واي حد مظلوم يكون القضاء اه سريع ومنجز فيها الحاجة اللي انا بقولها لحضرتك وبقولها لان انت تفتح الملف ده الملف ده فيه ملف فيه اسرة كاملة في الشرقية اه قلبها من فترة على بنتها وهي شهيدة الشرف اللي محدش جاء بسرتها في الاعلام بسمة الصعيدي شهيدة الشرف بسمة الصعيدي اللي تقتلت وتمسك القاتل في الصراحية الجديدة وكان رجال الصراحية جيدة وعلى سور مرادة احمد سليم رئيس المباحث ابض عليه متلبس بالجريو معه نفسي حضرتك تنزلي تصوري مع اهل بسمة الصعيدي القفلة اللي البنت الازهرية المحترمة اللي ماتت عشان شرفها يا مدام رئام ومحدش في الاعلام سيب البيانات واحنا عروح لها انا بشكرك جدا جدا سمر من اسوان اهلا بيك اهلا بيك عملا ايه الحمد لله كله تمام بصراحة انا بحبك اوي وبحب برنامجك اوي ربنا يخليكي مرسي ربنا يقدرك على فعلي الخير كده ربنا يخليكي شكرا انا كنت عودة اتكلم في القصة الاولانية بتاعت بابا دعاء ده يعني انا مش فهمة انا سبت كل القصة ومسبت في حتة واحدة يعني بجد زحكتني لما بيقولك انت جاي تعمل فضيحة يعني يعني انت انت كده بقيلتك بالوضعك ده انت ده بنفسك فضيحة يعني انت مش محتاج اطلا فضيحة لا بس هي فينا اهلا ما فيش حد فيهم اتكلمنا في شرفه ولا عرضه ولا ولا اي حاجة ده احنا كنا رحين نصالح بس همهما ما دونيش فرصة بس يعني اللي عالوا وشدوا وشدوا الست وبعدين هقولك حاجة برضو هما شايفين الكاميرا دايرة احنا مش بنصارهم من وراهم لو هما كانوا عايزين يلتمسوا الخلق الكريمة ويبقوا شكلهم قويس قدام الناس كان ممكن يبقى شكلهم قويس لان هما عارفين ان الكاميرا دايرة فاذا كان في حد غلط في حق فهما اللي غلط في حق نفسهم لان كان ممكن يتعاملوا بأدب مفيش فاس يترفع مفيش عصاية تترفع مفيش بنت تتسحل على الارض لان الكاميرا دايرة ونور منور وانا وقفة بالمايك وبتكلم فيه كممكن قوي يلتزموا وما يعملوش كل ده ولكن انا بشكرك جدا هو المفروض ان ان احنا زي ما بقول لكم عايزين نلعب موضوع المسامح كريم وعايزين نصلح بين الناس وربنا بيقدرنا ساعات وساعات تانية يعني انا دلوقتي مشكلتي على فكرة ولا دعاء ولا جزها ولا ابوها انا مشكلتي البنت البنت الصغيرة اللي احنا ليسا مشوفناهاش دي اللي بتتربى في هذا المستنقع يعني هنقم فيها ايه هنقم فيها ايه وهتروح لمين واحنا على فكرة احنا الخسرانين يعني كل ما هنطنش كل ما هيطلع الناشق بهذا السلوك وبالتربية دي احنا الخسرانين لان احنا اللي بنقابلهم في الشارع وبنشتغل معاهم وبنقعد معاهم وبيجوا يشتغل عندنا في البيوت وبنحتكي بيهم فاحنا كمجتمع كل ما هنطنش على ظاهرة سلبية كل ما هنسيب حد يطلع متربي بالطريقة دي كل ما هنسيب حد غلطان ونسيبه غلطان من غير ما نعاقبه احنا في الاخر كلنا هنتعاقب كمجتمع وكبلد في اقتصادنا وفي مستقبلنا وفي كل حاجة اسمحواي ان انا اشكر وزيرة الهجرة السيدة دميلة مكرم على نبلها واخلاقها لانها استجبت لنا في موضوع الام اللي عايزة تسافر الاردن لمامتها لكن هي طبعا ملهاش سيادة في الاردن ولكن هي ست محترمة وناس كتير بتحترمها واكيد هتعرف لنا ايه المشكلة وتسهل الامر في امل ولا ايه طب وبعدين وهنطلع امتى طيب معنا مين ام يوسف مشارقية اهلا بيك اهلا بحضرك يا مدام رعيم اهلا بيك اهلا بحضرك يا فن اتفضلي انا جارت مينة اهلا بحضرك يا فن كنت عايزين نتكلم عن حالة مينة واللي هي جارانها دوت دلوقتي البنت دي مصدومة جدا فوق ما تتخيالي هي وستها واخوتها شافوا العزاء كله من يوم ما مشوا من الشارقية وراحوا عند مموتهم في جبن نعفة البنت المينة دي مش قادر اقولك يعني كنت شقوت الدنيا فيها وجاري وتنطيل في قلب الشارق عندنا فجران لانها رجعتنا بالطريقة ديت انا اللي وصلت الحاجة هويدة بالاستاذ ممضوح وبالبرنامج بتاع حضرتك وراحنا مش عارفين انا كل اللي بتمنى من حضرتك انك تقف جنب الناس دي لانهم فعلا يستهلوا كل اللي انك ما فيه عنهم بيك انا بشكرك جدا انا قلتلك ان انا بتكفل بالبنت قدام ربنا وقدام الناس كلها انا شخصيا يعني مش البرنامج لان انا يعني طول ما انا عايشة يعني والحاجة التانية مش يعني مش بخطري انا انا كان ممكن اتوجه بالكاميرا واروح وامسكهم لغاية ما المباحث تيجي والنجدة وكل حاجة لكن انا معايش عنوان ثابت جبل نعصة في اسكندرية سيادة اللواء الشريف عبد الحميد لو بتسمعني او سيادة العقيد ناجي مدير العلاقات بمديرية امن اسكندرية لو سمعني محمد حلموش لو سمعني في العلاقات في اسكندرية سيادة اللواء جمال عبد الباري مدير مصلحة الامن العام كلكو ناس محترمين جدا 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 ويا ما اشتغلنا مع بعض لو سمحت انا بترجاكو حق البنت دي بترجاكو انا عارف ان كلكو عندكو اولاد عارف ان كلكو عندكو ضمير من 4-5 نيه كنت بنزل معاكو مأموريات كنت بشوف انتو بتفنوا حياتكو ازاي الساعة 4 صبح و 5 صبح و 6 صبح في الشارع تقدروا دلوقتي حالا تتاجهوا لجبل نعسى ده وتجيبوا الراجل والست دول وانا متأكدة ان مصر كلها هتفرح ان احنا قبضنا على المجرمين دول لان على الاقل نارنا تبرد شوية ان البنت دي بقى حقها هرجع لها هم نفسهم هيحسوا بامان مرة تانية مجدي عبد الحليم السيد نور الدين نعمة قصدي مجدي عبد الحليم السيد نور الدين ورامي سليمان عايزة بس اقولكو حاجة تانية ناس كتير قوي بتعد تسألني لما بنطلع المشاكل دي لو مشكلة ملهاش حل عندي مبخدهاش يعني ما بنطلعش نعمل فرقع ونجري يعني لو نراحز كده اي حد تلعب صبايا الخير او كان عنده مشكلة الحمد لله الحمد لله بنفضل وراها لغاية ما تتقذي غير لو ملهاش حل ولكن الحمد لله ان احنا بنفضل ورا الحكاية لغاية منحل المشكلة للاخر اقعد تفتكروا ان انا ما ببقاش خايفة على امني الذاتي انا شخصيا لان ده ممكن يتسجن ويطلع ينتقن مني وده ممكن يتسجن ويطلع يعمل مش عارف ايه بس دايما اللي مع ربنا ما بيخافش ودايما اللي مع الحق ما بيخافش ودايما اللي ماشي عارف لو يقولك امشي عدل يحترع دوك فيك هي بالنسبة لي هي دي حالتي امشي بس عدل واحنا الحمد لله كبرنامج ماشيين عدل قوي 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 بغض النظر عن وجهة نظر بعض الناس انهم فاهمين غلط متحت دميات اهلا بيك اهلا بيك يا ستة كل اهلا بيك شكرا السلام عليكم اهلا بكم انا مات التلفزيز خالص يا سفيرة الانسانية رب انا يخلك يا رب كل سلام طيبة يا بنتي وبيشرفني ان انا اقول يا بنتي انا اهلي دميات دول من اجمل الناس الحقيقي انا كلما اروح اتعزم عندكوا على الفطار على الغداء على ما فيش حد بمشي من عنده غير لما لازم يعزمني على حاجة. على فكرة على فكرة حتة بسخيارة كده. اه. انا مش دمياتي الاصل. انا اه قاهيري الاصل من شلطة. اه. بس بقالي اتنين واربعين سلف دميات. والله يا بخت. تريح جدا جدا فيها. اه. وعايش فيها ومخلف. ومحافظة برضو بتشتغل وتنتج وكده. ما شاء الله لقوة الا بالله. اه. ما شاء الله لقوة الا بالله. المحافظة معتمد على نفسها. اه. حاشة ضيعة اللي موجود في معظم المحافظات. اه اولا عشان ما تنسنيش. انا عايز اقول لك كل سالة انت طيبة. يا ام يا طيبة. يا انسانة يا جميلة. يا شيك. حقيقي بكل المعلم. شيك 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 اولا انا مش بعل فيك. انا مش بعل فيك. لان انا بديك واقمك اللي ربنا هيحسبني. اللي ممكن اتركه. اه. انا بديك واقمك وبيديك حسابك من اللي حسابك على الله. الحاجة. الحاجة التانية اه 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 الام لا. لا لا لا. ما نقولش ام. اه. دي اساسا معدومة الاموما. وحرام لما يطلق عليها الام. لان الام اسم جميل من اعلى من اعلى الاسماء اللي وصل اللي وصفوها وبينا سبحان الله وتعالى. فدي ما نقدرش نقول عليها ام. دي حاجة. الحاجة التالية انا عارف اني بقول انت لكنك سفيرة النوايا الحسنة. وسفيرة الانسانية. لما تنزل الشرقية. برضو ما نقدرش ناخد الكدر اللي اتاخد المعارضة ده. اللي شوناها على الشاشة. ما نقدرش نعميمه على كل الشرقية. لا لا. مالي. مالي الشرقية ومالي الموضوع. طب ما احنا بنغطي طول النهار مشاكل في في كل حتة. يعني احنا دلوقتي راحين الشرابية وبقى انت لقين على الفيوم. مش شرقية مناش دعوة. هي رأس الشرقية عشان محافظة كبيرة قوي. ايوة شدت كل. سوى مشاكلها كتير بس. انت دائما نيتك الحسنة. والسفيرة زي ما قلت لحياتك. انت سفيرة. لا قص يقول ان المحافظات مالهاش دعوة بال. ده الشرقية دي. طب ما اقول لك حاجة. طب ما رحبوا منا من الشرقية. نعم. وجدتهم دي من الزقزي. السيطة الطيبة قوي الجميلة دي. اللي اللي خدتهم مشايلة ومفقراسة ومعنداش حد يخدمها. ايوة شم. وهي من امهات الزقزي المحترمين جدا. ايوة ايوة يا بنتي. ايوة يا بنتي. ربنا يا بركت في اولادك. اللي انت دايما بتسعي جاهدة. الوصول للعالي. عشان تسليهم زخرة. سند يسليدوا عليه امهم. الاعلامية الكبيرة. اللي ينطلب. ربنا يا شليك انا انا بشكرك. انا. انا بشكرك. انا بشكرك. انا بشكرك جدا وسلم لي على اهلي دميات كلهم. وزي ما بقول اوة تقرنوا اه اه محافظة يعني مثلا الفتاة البامبرز دي. نقول ان ده اهلية. الناس مش كويسين عشان حدثة فتاة البامبرز. ولا المعيلة دي موجودة في الشرقية في مشارقية. لا اكيد لا. اكيد لا. يعني ما احنا عندنا في القاهرة هنا بيحصل مهازل. شفتوا الحدثة بتاعت انبارح دي في الشرابية اللي الواحد كاف وتقطع خالص. ويا ما. يا ما حوادث في كل حتة في الدنيا. انا مرة تانية انا يعني بناشد اهلي زقزيق انهم يقفوا جنب جدة منا ورحاب. ولغاية بس ما احنا نقدر نعمل لهم حاجة كويسة ان شاء الله. كويسة اوي. اسراء من القاهرة. اهلا بيكي. حبيبكي ايه بجد انا بحبك جدا جدا باول حاجة. انا من الفنز بتاع حضرتك. انا بيكي. ويه ويه كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وانتي من ورانا وكل سنة وانتي معانا. اتي طيبة حبيبكي. ايه والله العظيم ايه بحبك جدا ومسطوطة ان انا وصلت مع حضرتك. ربنا يا خديكي انا قريب جدا هشوف كل الفنز ان شاء الله في في لقاء اه. اه. اشكركم على الفترة اللي فاتت دي كلها. بس نخلص عندنا مشكلة كده الاسباق جاي انخلصها وان شاء الله بازن الله. ايه. يا حبيبكي بيها قال لي حاجة. ان شاء الله. قال لي حاجة نعملها لحضرتك. ربنا يا خديكي. مسي جدا بشكرك. طب فاضل قدي اياه. موحي من القاهرة اهلا بيك. ساننا نوري فاني. ايه اولا من عورة الدنيا كلها. ربنا يا خديك. وربنا جزيكي خيرا اللي انت عملتين. وان شاء الله احنا بنتمنى انا بتمنى لمنى واختها الشفاء وانهم هيكونوا احسن بنتين في الدنيا ما حضرتك هتشوف الدكتور هيقول ايه كمان شميع الام او وجوزها انا من رأيي العقوبة اللي تكون ليهم انهم يوصلوا لمرحلة انهم يتمنوا الموت ورجاء ما يلاقوهوش ما احنا بس لو عندنا قوانين تسند النائب العام وتسند القاضي هتبع حدا لطيفة جدا انا ضبت عادي من ساعة ما شفت منظر البنت حضرتك ومش قادرة تمالك نفسي حزبي الله ونعمل وكيل هو لو عندنا قرارات استثنائية لمثل هذه الحالات عشان تبقى عبرة تبقى حاجة لطيفة جدا يعني لو فايد الرئيس عفتاح السيسي يدي لنفسه السلطة او مجلس النواب يدي له السلطة ان بعض الاوقات يبقى فيه قرارات استثنائية تخص لان دول مش بشر دول حيوانات لا دول حيوانات يعني يقوم بترويد الحيوانات دي اللي احنا مش محتاجينهم خالص في الفترة اللي احنا عايزين ننتج ونجبر فيها لان احنا فعلا مش محتاجين مش محتاجينهم خالص دول عالة علينا نهائي 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 وجزاك الله كل خير وانا مش عايز اطول على حضرتك وربنا عينك ربنا يا خديد اشكرة احنا دلوقتي هنشوف دكتور حازم ياسين وعارفين دكتور حازم ياسين من اكبر دكاترة العيون في الشرق الاوسط وزي ما بقول لكم اول ما سمع حالة منا على طول استجاب على طول فتح عياته وراح جاب لها لعبة واستناها بيها وانا قلت لها خلاص هنروح لحازم وهي بقت خلاص كل شوية تقول اسم حازم امتى هنروح لحازم امتى هنروح لحازم فروحنا لحازم ونشوف دكتور حازم ياسين قال لنا ايه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احنا زي ما انتو شفتوا منا ومنا ما كانتش في حادثة عربية ومنا ما كانتش وقعت من الدور الرابع منا تخبطت على دماغها من جوز امها واماها اللي كان بيقول يعني امها اللي كان بتقوله اضربها حال النهاردة جاييني دكتور حازم ياسين واحنا كلنا امل ان تطلع بتشوف او تطلع هتشوف او يطلع اللي عندها ده نتيجة حاجة في المخ مؤقتة بتبقى مواقف وحشة قوي على قد ما هي فرحانة ان احنا جينا ولكن برضو ممكن يكون الدينها امل والامل هيروح منها ادعو بقى المنا ان شاء الله ان دكتور حازم يقول ان في امل ان شاء الله اشتركوا في القناة انت عارفة ان انت لابسة انت لابسة توكة حلوة قوي انت عارفة ان انت لابسة توكة حلوة جدا شكلك حلوة جدا احنا هندخل الدكتور دلوقتي وهيكشف علينا انت خايفة ولا ما فيش حاجة بتوقع ولا ها مش انت اللي قلت هي خديني الدكتور وجينا هون لهم استنيكي من الصبح عادي هو تأخرت 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 يلا موسيقى سلنا على الدكتور حاسم اسمي جيова قد وقعش على فكرة مش هيوقة اعمل ابسكي بايدك كبيرة جدا أكثر منك العروسة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اهي يقول لها ازاي تعملها في الوطني. اه ممكن تكون موجودة في العمل الدقيقة اه عند اه عزة شهادة. جوال مستشفى. اه عزة شهادة. اللي هي ده الاسم بتاع العشاعة. اللي هو كهرات الشبكية وجود التوصيل بتاع العصر بالبصر. انخلصها وانا بص عليها. يا رب يطلع في حاجة ندل عجالها ان شاء الله. هناخد حاجة اسمها يعني زي الفيتامين اي كده ده بشرب معلقة صباحا ومسايا باستمرار. في جميع الاحوال ان ما فاتش فهو مش بيدر. لكن كم في المئة بفيه زي عمي. هتقول ايا ايه. يمامنا. ايه. انت هتاخدي الفيتامين. ايه؟ ده بشرب. هتشربي؟ ها؟ جينا عند الدكتورة اهو زي ما قلتلك ما بقى كايسين ان شاء الله هي عرف اسمي اصلا؟ هي قلتلك الدكتور ايه اسمه؟ هي اسمه هي اسمه طب سلمي بقى عليه عشان احنا مشيين باي يا عبيتي باي 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 هوصلها واجي لك ايه ايه ماشي زي ما انتو شايفين الاخبتة عملت دمور في العصب البصري وعارفين ان اي حاجة بيدمر امشي حدس امشي منا مفيش حاجة قدانك انا جاي معك اي حاجة بتدمر ليه علاقة بالاعصاب منفاش نغيارها ربنا خلق لنا ان احنا ممكن نركب نفسها لبدل عدمة ممكن لكن عصب ساب قوي هنعمل الاشياء ونشوف الاغبار قال لنا ان الخبطة عملت حاجة اسمها دمور في العصب البصري واجب لكم عروسة دي الخبطة عالمخ دي عملت دمور في العصب البصري فالعصب بتاع العين بيضمر الحاجة الوحيدة اللي عندنا امل فيها ان احنا نعمل اشعة ونشوف لسه فيه كهرباء حوالين العين شغالة ولا لا الاشعة دي اشعة خاصة مش اشعة عالمخ اشعة عالعين فاحنا هو كتب لنا الاشعة شوف لو يقدروا يطلعوا على العيون الدولي على طول يعملوها بدل ما يجوا يوم تاني طلعوا المستشفى دلوقتي تعملوها وانا بس هو مفروض يتسجن على فكرة لا لا هو مفروض يتسجن ولا اي حاجة انا كنت مستنية بس نشوف ايه بس انتو مقدمين بلاغ ان هي انها تعامت مقدمين ومكتوب ان هي مضروبة وعملة فقدة بصرها ودراحة وتقرير دراحة موجود موسيقى عملنا الاشعة فورا زي ما شوفنا في التقرير اللي فت وتسعة وتسعين بوينت تسعة مفيش كهربا ولكن الريبورت لسه مطلعش في ادينا ده اللي تقلنا يا شفاهي فانا مرة تانية سيادة الواق جمال عبدالباري مدير مصلحة الامن العام انا ما شرفتش ان انا عرف حضرتك ولكن انا بسمع عن رجولتك وبسمع قد ايه بتقف مع الحق وعشان كده كان كل محد يجي يقول لي عايزة تخطبي حد في الدخلية محترم جدا جدا قولي سيادة الواق جمال عبدالباري وانا يعني مرة تانية عايزة اقول لي حضرتك ان الام اسمها نعمة مجدي عبدالحليم والزوج اسمه رامي سليمان الام نعمة مجدي عبدالحليم والزوج رامي سليمان مرة تانية العلاقات في مديرات امن اسكندرية انا بترجاكوا سيادة الواق الشفاه عبدالحميد انت بتحرك بسرعة جدا انا مش هايزاهم يهربوا هم موجودين على جبل نعسة في اسكندرية وبطلب من الاهيلي لو يعرفوهم لقبودوا عليهم فورا ويسلموهم من الاسم لازم حق البنت يرجع ومش حق البنت بس لازم اي ام او اي اب المخدرات عامتهم وبقوا حيوانات لازم نفكرهم ان البني قدمين مش قابلين انهم يعيشوا وسطيهم بارح استاذ مفيد فوزي لما قالي انت مقتنع ان المخدرات هي سبب نجبة مصر ايوا ايوا استاذ مفيد المخدرات سبب نجبة مصر لو ما فيش مخدرات احنا هنبقى شعبا متحضر جدا وهنرجع طيبين جدا وهنرجع حنينين جدا وهنرجع بنقف جمب بعض جدا وبننتج وبنشتغل وبنقوم وبنحارب وبنعمل كل حاجة في الدنيا لو تحولنا زي الامارات اللي بيتلاقى معاه جرام حشيش مش هقولك هيروين ولا كوكاين ولا ايا حاجة لان الحشيش ما بقاش حشيش حشيش ما بقاش حشيش بيور زي بتاع زمان اللي نقدر نقول اصل ما فوش ادمان اصل ما فوش حاجة اصل ما بيعملش حاجة ده مخلوط بكمية قرف انت مش متخيله وبيعمل نفس تأثير البرشام ونفس تأثير القرف اللي حلم نقدر انا طولت عليكم النهاردة انا اسفة جدا انا بشكركم واشوفكم بكرة صباح على خير